السلام عليكم يا كرام كيف الحال والاحوال يا رب تكونوا بخير بداة صديقي لا تنساني من اللايك والشير سبسكراي في القناة لأول مرة حلالتك شوفنا وادعمنا بالانتساب للقناة ومن خلال ميزة التشكرات فيديو اليوم ان شاء الله رب العالمين ما هي طريقة قياس الطرف المحايد او النيوترال عشان اقيس الطرف المحايد او النيوترال يا جماعة او جهد من اي طرفين فبالتالي بستخدم نقطة وبستخدم النقطة اللي انا عايز اقيس الجهد عليها فبالتالي بستخدم فيه الطريقة دي اللي بستخدم اللي هو او جهاز القياس الرقمي المتعدد الوظائف بخلي جهاز القياس على وضع علشان اقيس باستخدام او وتوصيل الاطراف الكهربائية القصيرة مع بعضها البعض لتشكيل ما يسمى بالمشبك الارضي بيتم وضع الاطراف الكهربائية الاخرى من الجهاز على الطرف النيوترال لمحطة الطاقة او الدائرة التي تريد قياسها وحط الطرف التاني على الطرف الايه يبقى طرف على الارضي وطرف على النيوترال بتاعي دلوقتي لو في جهد بين الاتنين يتم قراءة قيمة المعروضة على الشاشة والتي تمثل الطرف المحايد يعني لو النيوترال ده عليه جهد او عليه اي حاجة هيبان معايا انه في جهد والجهد ده ممكن يسويه قيم بسيطة جدا لان في معظم الاحيان احنا بنبقى مقاردين نقطة النيوترال فلو ظهر جهد معايا فكده يبقى في مشكلة اما في حالة استخدام فلتاميتر فيتم توصيل الجهاز بين الطرف النيوترال لمحطة الطاقة او الدائرة التي تريد قياس فلتها ثم يتم قراءة القيمة المعروضة على الشاشة والتي تمثل فلت الطرف المحايد يجب الانتباه ان قياس فلت الطرف المحايد بتطلب اجراءات امان اضافية لذلك يجب التأكد من استخدام الادوات الصحيحة والتقنيات الامنة عند القيام بمثل هذه القياسات وبالتالي لو كان في جهد على النيوترال فده معناه ان في مشكلة هذا قد يكون دليلا على وجود مشكلة في الدائرة الكهربائية فعندما تعمل دائرة الطيارة متردد بشكل صحيح يجب ان يكون النيوترال على نفس الجهد الكهرائي الذي يتم تغذية الاحمال به وبالتالي لا يجب ان يكون هناك جهد على النيوترال اذا كان هناك جهد على النيوترال فقد يكون هذا بسبب وجود تسرب من الدائرة الكهربائية والذي يمكن ان يتسبب في صعوبة في الحماية من الصدمات الكهربائية وحدوث اعطال في الاجهزة الكهربائية ويمكن ايضا ان يكون السبب في ذلك هو وجود عطل في نظام الارض حيث يتم تركيب توصيلات الارض بشكل غير صحيح او انها تعاني من تلف او تآكل يجب على المستخدمين ان يكونوا حذرين ويعملوا على اصلاح اي مشكلة محتملة في الدالة الكهربائية التي تتسبب في وجود جهد على النيترال وذلك لتجنب الاضرار المحتملة للاشخاص والممتلكات وفي حالة عدم القدرة على اصلاح المشكلة بنفسك يجب الاستلحاء فني كهربائي مؤهل لتقييم الدائرة واصلاح المشكلة بشكل صحيح ارجو الى حد هنا اكون افتح حدثكم معلومة راح عليك استفادة لايك وشير او راح عليك شوفنا سبسكرايب في القناة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته